اشتركوا في القناة تعلم أن من الأمور التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع كأنك تقول نجتمع يا رب على عبادتك ولا نتفرق نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليه عندما يقرأ الإمام يصلي يقول إياك نعبد صادق نجتمع يا رب على عبادتك إذن لابد من الاجتماع للإفتراق إذن هذه السورة فيها وجوب اجتماع الأمة على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق الأمة إلى ثلاثة وسبعين فرقة قالوا من هي رسول الله الفرقة الناجئ قال الجماعة الدليل إياك نعبد نجتمع يا رب على عبادتك نجتمع على رب واحد سبحانه وتعالى نجتمع على شريعة واحدة نعم نجتمع على رسول واحد عليه الصلاة والسلام قبلة واحدة أمة واحدة صلاة واحدة نعم معتقد واحد إياك نعبد وقلنا هنا قدم المعمول على العامل الأصل أن يقول نعبدك قال إياك نعبد يعني لا نعبد إلا الله إذا من صرف شيئا من العبادة لغير الله مشرك كافر شركا أكبر نعم كل من صرف شيئا من العبادة لغيره فمشرك كافر والدليل إياك نعبد تقديم من حق التأخير يدلع الحصر لا يمكن أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله ترجمة نانسي قنقر